اشتركوا في القناة 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 بالضبط لان خلاص لما تيجي تتعاقد مع جورديونا مثلا انت قدت 4 سنين زي المان ساتي خلاص انت بتديره الحق او بتديره الاولوية الافضلية انه يتعاقد مع اللعيبة لان خلاص بيبني فريق بيبني مستقبل لكن لما تتعاقد مع مدير فني هتحاسبه بعد نهاية السيزن يبقى لازم يكون عندك في لجنة هي اللي بتختار هي اللي بتقيم هي اللي بتجيب اللعيبة لان خلاص اصبح المدير الفني برا الحساب هو عنده لعيبة بيختارها ممكن واحد او اتنين في وسط الموسم هو دول اللي ممكن يختاره من المحتاج في المكان ده واحد او اتنين